استقبل الرئيس عبدالفتاح سيسي وانجلين نائب رئيس مجموعة شركات بولي الدولية الصينية المتخصصة في مجالات التصنيع والتكنولوجيا وذلك بحضور الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربية وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أشاد بالتعاون القائمة مجموعة بولي الصينية الدولية في عدد من المجالات ومنها تصنيع سيارات ركاب القهربائية بمصر وتنفيذ منظومة متكاملة للبنية التحتية لوسائل الشحن القهربائي للسيرات وإنشاء مصنع لإطارات السيرات فضلا عن المشاركة بمشروعات القطار القهربائي السريع الجاري تنفيذها بمصر وأكد الرئيس في هذا الإطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع المجموعة الاقتصادية الصينية بمختلف المجالات وزيادة حجم استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة في دوء الشراكة الاقتصادية المتنامية مع الصين والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين مشيرا إلى أن الغطاع الخاص يلعب دورا مهما في دعم هذه العلاقات من خلال زيادة الاستثمار ونقل المعرفة والخبرات وتعزيز التبادل التجارية بما يغدم المصالح المشتركة للبلدين واستعرض نائب رئيس المجموعة الصينية استراتيجية تطور مشروعاتها المستقبلية في مصر مؤكدا أن مصر مؤهلة لتصبح مركزا رئيسيا لصناعتها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في ضوء ثقة المجموعة الكبيرة في مناخ الاستثمار المصري الذي يتمتع بإمكانيات ومقاومات متميزة ومتنوعة بالإضافة إلى ما يربط بالصين والتجمعات الاقتصادية الإقليمية من اتفاقيات تجارية تفضيلية وأضح السفير بالسمراضي أن اللقاء شهد تناولا لمجالات التعاون بين مصر والمجموعة الصينية حيث تم استعراض الإجراءات المتعددة التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة على صعيد تعزيز مناخ الاستثمار وتحسيم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار بالقطاعات التصناعية المختلفة